اتهمت بريطانيا موسكو السعي إلى تنصيب مرايف والتفكير في احتلال أوكرانيا فيما وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات بأنها هراء وادعت الخارجية الروسية عبر تويتر لندن إلى توقف عن نشر الهراء وبعد محادثة أمريكية روسية بدأ أنها ارتاحت قدرا من الانفراج نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليزيتراس في بيان بحجم النشاط الروسي الهدف إلى زعزعة أوكرانيا قائلة أنه بحسب معلوماتنا تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم مولن لروسيا في كييف بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها وعشرت الخارجية البريطانية إلى أن النائب الأوكراني السابق يفغين مرايف يعتبر مرشحا محتملا لكنه ليس الوحيد مضيفة لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين وعلنت الرئاسة الأوكرانية تعهدها مواصلة تفكيف كل الجماعات المولية لروسيا وذلك ردا على الاتهامة البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم مولن لروسيا في أوكرانيا